الآن مشاهدين ينضم إلينا من بغداد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية دكتور واثق الهاشمي دكتور الهاشمي أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية أبدأ مع حكم الإعدام الذي صدر بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش كيف سيؤثر هذا الحكم على العلاقات بين العراق والتركيا ونحن نعلم أن هناك منتمين لتنظيم داعش تمت ربما المساومة عليهم ويعادتهم إلى بلدانهم مثل عودة بعض المنتمين إلى روسيا وهناك حديث عن إعادة بعض الموقفين السعوديين إلى بلادهم شكرا مساء الخير عليك سيد حيدر وعلى المشاهدين الكرام يعني أولا هذا القرار سيادي على اعتبار أن القانون العراقي يعاقب جنسيات الأخرى التي تعمل أعمال إرهابية وتقتل العراقيين وبالتالي يخضعون القانون العراقي بالنسبة إلى الروس المحكمة أثبتت براءته من هذه التهم وبالتالي تم ترحيلهم إلى روسيا ليحاكموا وفق القانون الروس إذا كانت لديهم تهم في هذا الاتجاه مع السعودية هذا الأمر تم نفيه بشكل قاطع في هذا الوقت تحديدا ولا يوجد أي تفاصيل بنقل محكمين سعوديين إلى المملكة العربية السعودية بالنسبة للتركيات تم إثبات هذا الأمر عليهم وهناك أدلة وبراهين ونعتقد الجانب التركي سيكون متفهما لهذا الأمر لأن تركيا أيضا تسهم الآن في موضوعات مكافحة الإرهاب وهناك تعاون كبير وتطور في العلاقات بين العراق وتركيا في هذا الأمر طيب بالنسبة للتهمة الموجهة إلى أولئك النسوة فقط الانتماء إلى تنظيم داعش أم قيامهن بأعمال إرهابية وقتل داخل العراق التهم مختلفة هناك اعترافات وهناك أدلة بهذا الاتجاه هناك من عاون تنظيم داعش الإرهابي وهناك من قاموا بعمليات إرهابية وهناك عمليات قتل وخاصة هناك بعض النسوة في مدينة المصل تحديدا قاموا باعدامات لشخص أشخاص عراقيين استخدمهم تنظيم داعش في الفترات الأخيرة من بقاء في المصل بسبب قلة المتطوعين فقامت النساء المتطوعات باعدام أعداد كبيرة من العراقيين أنا أعتقد أيضا هذا الأمر كان حاضرا في هذا الأمر والقضاء العراقي كان دقيقا في الأحكام التي أصدرها وفق المعطيات وفق المستمسكات وفق الأدلة والبراهين المتوفرة إليه خلينا ننتقل دكتور لاشمي إلى محور آخر وما حدث في كاركوك من العملية الانتحارية الفاشلة التي انتهت بمقتل الانتحاري كانت هناك أنباء تتحدث عن هجوم وشيك أيضا عن ربما انسحاب للقوات العسكرية الأمنية الموجودة في كاركوك والحجد الشعبي أيضا كيف تفسر ما حصل؟ ألم تكن هناك ربما أخذ الحيطة والحذر من هذه الأنباء التي كانت تتحدث عن هذا الهجوم؟ الأنباء أعتقد في كاركوك هناك مشكلة يعني هناك مشكلة سياسية وهناك أطراف لا تريد أن يكون استقرار في كاركوك لا تريد أن تكون القوات الاتحادية التي تسيطر على زمام الأمور مع مشاركة الأطراف الأخرى لذلك الكثير أو بعض الأطراف المتضررة تفرح عندما يكون هناك استهداف أو قتل المدنيين والعملية الأرهابية في كاركوك تقسم إلى قسمين أنا أعتقد هناك تصفيات سياسية كما حدث في اختيالات لعدد من الأشخاص أو عبر السيارات المفخخة عن بعد لكن أيضا هناك تنظيم داعش الأرهابي حاضر في هذا الاتجاه وفق الخلايا النائمة الموجودة أنا أعتقد أكو إجراءات ستتخذها الحكومة العراقية أكو قوات أيضا ستكون حاضرة وما حدث اليوم أنا أعتقد كان عمل مهم بالنسبة إلى قوات الحاجد الشعبي التي استطاعت أن تقتل الانتحار قبل الوصول قبل أن يتسبب في مشاكل لكن تحتاج كاركوك إلى تعاون الأهالي أولا وأن يكون هناك عمل استخباراتي وخاصة في المناطق التي تم تحريرها أتحدث عن الحويجة وعلى المناطق الأخرى ماذا عن الاتهامات المتبادلة دكتور الهاشمي بين الكرد والعرب بأن مثل هذه الأعمال يحدثها طرف من هذين الطرفين لربما إخراج السكان الموجودين في كاركوك يعني مع الأسف الشديد كاركوك يجب أن تبقى محافظة عراقية لكل المكونات وأن يكون مبدأ التعايش السلمي حاضرا لكن دخول أطراف سياسية وتستغل وضع الانتخابات تحاول أن تسقط تحاول أن تصعد الوضع الأمني تحاول أن تقوم بعمليات اغتيالات الكاركوك لا يمكن أن يتصورها أحد بدون الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والعرب وهذا الأمر يجب أن يكون حاضر هذا العمل في هذا الاتجاه سيكون الخاصر أهل كاركوك من كل المكونات الموجودة فيها والعب على وتر الانتخابات بهذا الشكل قد يكون خطر كبير في المرحلة القادمة المطلوب فرض الأمن والنظام أن يكون التعايش السلمي حاضرا أن يكون تعاون في المرحلة القادمة دكتور هاشمي في موضوع صفقة السلاح التي تم الحديث عنها مع روسيا هل سيقدم العراق فعلا على صفقة السلاح هذه بالرغم من التحذيرات الأمريكية بأن هناك عقوبات قد تطال العراق إذا ما أقدم على مثل هذا الأمر يعني أولا هناك قضية مهمة ومعلومة مهمة أن الجانب الأمريكي فرض عقوبات على شركات محددة في روسيا في تعاملها هناك مؤشرات بهذا الاتجاه وبالتالي أولا الجانب العراقي لحق السيادة في أن يتعاقد مع من يعتقد أنه مناسب وفيه مصالح العراق القضية الثانية إذا كانت هذه الشركات مدرجة في قوائم المطلوبين بالنسبة لأولئة المتحدة الملكية العراق أكيد سينظر لهذا الأمر بعين الاعتبار العراق يبحث عن مصلحته وتحقيق أمنة بعد الانتصار على داعش وبالتالي أيضا هناك تنسيق عالي المستوى بين بغداد وواشنطن بهذا الاتجاه لكن العراقي يريد أن يكون عنده تنوع في مصادر السلاح ويريد أن يكون له علاقات متوازنة مع الأطراف الأخرى وأنا أعتقد الجانب العراقي لن يفرط بأي علاقة وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه ضيفي من بغداد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية دكتور واتق الهاشمي أشكرك شكرا جزيلا